خلاف مذهبي حاد ومستعر لم تنجح السنوات في إخماد جزوته حول معاوية بن أبي سفيان هل كان تقياً يستحق أن يلحق باسمه رضي الله عنه أم أنه كان ديكتاتوراً أسس للملك العضوض وترك عثمان يقتل وتأمر لقتل علي حتى يعتلي كرسى أمير المؤمنين ويؤسس لحكم وراثي أم هل كان الصحابي وكاتب الوحي الذي أسس مبراطورية إسلامية وغزى أجزاء كبيرة من العالم القديم ولولا لما انتشر الإسلام اليوم هذا الانتشار معاوية إذن شخصية تاريخية متنازع عليها وهذا النزاع لا يدل يلقي بظلاله على واقعنا الإسلامي فالخلاف بدأ سياسياً ثم تمدد عقائدياً وتفرع مذهبياً وفكرياً بل وبقى عرقياً أيضاً تلك الشخصية التي كانت وفقاً للروايات الإسلامية منحدرة من أصل النبيل فأبوه من سادات قريش على رأس الذين حاربوا الدعوة المحمدية أيضاً رغم أنه من سادات قريش لكن السادات الذين كرهوا الدعوة ولكنهم خضعوا للدعوة عندما دانت القوة للنبي بعد فتح مكة أدرك أبو سفيان وأبناءه أن عليهم أن يكونوا في صف المنتصر ودخلوا الإسلام هل تحت راية المؤلفة قلوبهم الذين أسلاموا بمقابل يعني العفو والمنحة ولا عن اقتناع تام أو من سموا بالطلقاء أمهم مسلمون ما قبل الفتح هذا الرجل الذي يعني يشير المتهمون له باتهمات كثيرة أصبح فيما بعد أمير المؤمنين ومؤسس الدولة الأموية وأحد أكثر الشخصيات الجدلية التي كانت في قلب الصراع الذي نشب في نهاية عصر عثمان وطيلة عصر علي بن أبي طالب وللأسف الأسيف وحتى الآن لا يزال الصراع مستمرا لا يزال ما زال لا يزال ما زال الصراع مستمرا